نوضح في هذا الفيديو كيفية تسجيل رغباتك في التنسيق سواء لطلاب السنوات العامة او طلاب الازهر طريقة سهلة جدا 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 انا كل اللي هنعمله هندخل على الرابط اللي هو تنسيق دوت ايجيبت ان شاء الله الرابط ده سيبه الوصف على صفح الجوجل عادي هتخش على الرابط او هتدخل من الرابط في الوصف اللي انا سايبه هيجي مدخلك على الصفحة دي والرابط موجوده هو زي متر فيه تنسيق دوت ايجيبت دوت جي او في طبعا ده الرابط ده موجود في الوصف هتدخل علي او هتكتبه في جوجل هيجي مدخلك على الصفحة دي هيجي مدخلك على الصفحة دي اللي هي خدمات تنسيق الكبول بالكليات والمعايد فيه طبعا خدمات تنسيق السنوية العامة وفيه خدمات تنسيق السنوية الازهرية بالنسبة للسنوية العامة يدخلوا على خدمات تنسيق السنوية العامة هيدوس على اضغط اهو انا اكبر الصفحة بس شوية على خدمات تنسيق السنوية الازهرية دي بالنسبة للازهر خدمات تنسيق السنوية العامة ده بالنسبة للسنوية العامة لابنسبة للسنوية العامة ادغط هنا لدخول للصفحة دي بالنسبة للسنوية العامة بالنسبة للخدمات تنسيق السنوية الازهرية ادغط هنا لدخول للصفحة طبعا بالنسبة للسنوية العامة هنجي نقول ادغط هنا لدخول للصفحة هيجي مدخلنا على الصفحة دي هيجي يقول لي نتاج الحصين ده كله ده فيه بقى حاجة هنخش عليه بها اسمها تسجيل اختبار القدرات او كما تعودين تسجيل اختبار القد ويقومون تكلفتيه اختبار القدرات طبعا هو كاتب لك الامعاري الجلوس سيأتي كل بياناتك الشخصية ستظهر اسمك ورقم جلوسك والمحافظة بتاعتك والمدرسة بتاعتك والأدب أو علمي والشابة كل حاجة ستظهر سأتيجي انت طبعا وكمان سأجيب لك الكليات بتاعتك اللي هي الكليات الاختبار وهيجبك نوع القدرات بتاعتك كل النوع القدرات اللي موجودة اللي انت هتعمل لها للكلية وأماكن اختبار في الكليات دي هتلاقي الصفحة دي كلها موجودة معك موجودة معك كل انت اللي هتعملوا هتيجي دايس على اه طبعا هتختار الكدرات اختياره الكدرات ماشي او نوعية الكدرات بتاعتك هتختارها على حسب الكليات اللي انت عايزها وهما بقى هيحددو لك المعاد بتاع هيبعتو لك المعاد بتاع اختبار الكلية يعني انت كل اللي هتعملوا هتختار بس نوعية اختبار الكدرات او نوعية اختبار الكدرات النوعية بتاعتك ايه اللي انت هتختبر عليها ايه الكدرات بتاعتك التربية راضية ولا 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 كده نوع الاختبارات بتاعتك القدرات او نوع القدرات بتاعتك وبعد كده هما بقى بالنسبة للمواعيد هما اللي هيبعتوا لك على المعاد مع طبعا كليات التربارة دي بين الاختبار بيقعد او بيستمر تاتيام وكده يعني كنا بنتكلم على عمتا بتيجي دايس وبعد طول هديس على تسجيل اختبار القدرات دي وهتيجي مدخلك على الصفحة والبيانات كلها موجودة ما فيش اي مشكلة اما بالنسبة بقى للسانوية الازهرية هيجي داخل على خدمات تنسيق السانوية الازهرية وهيقول له برضو هنا تسجيل الرغبات قال له هنا تسجيل الرغبات طبعا التسجيل مغلق برضو ان شاء الله اول ما التسجيل هيفتع هيجي فتح لك الصفحة دي هيجي برضو نفس الموضوع هادقها بالرقم القومي ورقم الفلوس وهيجي مدخلك على الصفحة بتاعتك ونوعية القدرات كل اللي انت هتعمله هتختار نوعية القدرات فقط نوعية القدرات وبعد كده هو هيبعته لك المعاد بتاع اختبار القدرات وفيش اي مشكلة والرابط موجود اللي هو تنسيق دوت اي جي بتموجود ديت جي او في دوت اي جي موجود انا ان شاء الله هسيبه لكم في الرا في الوصف الفيديو ده هو لو دخلتوا على الوصف تحت اول ما تدوسوا على الرابط ده ان شاء الله باذن الله هتفتح معاكم الصفحة دي هيكون بقت تسجيل الرغبات فتح وهتلاقوا دي ناسهلة جدا جدا وتسجله الرغبات بادري عشان اختبار الكليات دي طبعا بيقافها عدد محدود بالنسبة لكلية القدرات وما فيش اي مشكلة عاوزين تدخلوا على الرابط من جوجل موجود قدامك وما فيش مشكلة عاوزين تدخلوا من خلال القناة مثلا على الرابط في الوصف على طول هيدخلكوا بسرعة كبير